مدينة الذهب الأسود تتوشح بالسواد رغم أن كاركوك تطفو على بحر من النفط إلا أنها بدون كهرباء فأهلها غارقون في الظلام بعد أن وصل انقطاع الطاقة الكهربائية إلى ما يقارب 20 ساعة في اليوم أما المولدات فتشغل من الثالثة عصرا إلى الثانية عشر بعد منتصف الليل لتختفي أغنى محافظة نفطية عن الكرة الأرضية الكهرباء تتفى 19 ساعة بالنهار كله 19 ساعة وين تروح الكهرباء وين تروح وين تروح الكهرباء زين موزير رئيس وزراء محافظ وين تروح الكهرباء يعني حاسبون أبو المولد أبو المولد الشعالية إحنا غير نرجع للحكومة مع الأسف بالعراق ما تتطور الكهرباء بالعكس يروح إلى أسوأ وأحنا هنا مثلا ساحبين مولدات والمولدات حتى هم حايرين ويا الكهرباء يعني يجي عشر دقائق ويروح يشغل مولد نوب يطفي يجي كهرباء نوب عشر دقائق يروح فحايرين ويانا والكهرباء هم يعني فلوسه يجي كثير يعني فوق 200 ألف 300 ألف يجي بالشهر أصحاب الإختصاص عللوا سبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم وجود الوقود ومن الضروري تحويل وتشغيل المحطات الكهربائية بوقود الغاز السائل نحن لازم نغير من الطاقة لهذه المحطات نحن أغلب المحطات لا تشتغل على فيول أويل نحن لازم نتحول إلى الغاز لماذا؟ لأنه إلى حد الآن طاقة الغاز بكر عندنا بكر ما مستخدميها إذن الحال ننتقل إلى الغاز الغاز ما ممكن أن يهرب ولا يلزم ولا يتخلب دبا رغم وجود أهم وأكبر ثلاث محطات كهربائية كمحطة الدبس وتازة وملة عبدالله وهذه المحطات تكفي تجهيز كاركوك إلا إن إنتاج طاقتها ليس من نصيب المحافظة سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك 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 كاركوك